أدانت وزارة اللوقاف والإرشاد الأعمال التخريبية التي تستهدف إرث وتاريخ وحضارة اليمن من قبل عصابات الارتزاق والإرهاب التابعة للعدوان السعودي الأمريكي وعبرت الوزارة في بيان لها عن استنكارها للأعمال التخريبية التي تنفذها تلك العناصر والتي أقدمت على تفخيخ مسجد وضريح الشيخ عبدالهادي السودي بالمدينة القديمة في حي الأشرفية بتعز والذي يعود تاريخه إلى حقبة الدولة الطاهرية وأشار البيان إلى تزايد عمليات هدم الأضرحة والمعالم الدينية والتاريخية بهدف تمس الهوية الحضارية للشعب اليمني ومنها هدم أضرحة ومعالم دينية أثرية في محافظات عدن لحج الظالح حضر موت ونشد البيان منظمات المجتمع الدولي ومنظمات التراث بتجريم مثل هكذا ممارسات واتخاذ موقف تجاه الدول الممولة للإرهاب اشتركوا في القناة